دعونا ننتقل لنقطة تانية وهي محمد أونجم اللي سجل هدف وصنع هدف لكن في لقطة ما كانتش لطيفة خالص لأونجم في نهاية المباراة انفراد، 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 الكرة راحت لأونجم الكرة دي مكانها الجول، الكرة مكانها الجول اتلعبت بشكل سيء الكرة دي مش حدا سطارق عنده أونجم أونجم عنده مشكلة في التزديد عمتا أو الفنش على الجول دعونا نشوف الكرة دي من ماتش بيرامد الموسم الماضي، الانفراب بتاع أونجم والقرار، ونجم طول ما القرار انه هو فيه زميلي بصيله وتمام لكن لما يبقى محتاج ياخد قرار التزديد ونجم عنده مشكلة ومحتاج انه هو يركز شوية مع تزديداته وزي ما احنا شايفين ازاي دور المساعدين المصريين كان مهم وفارق جدا في لقطة زي دي بمجرد الزعي أو الكلام او ان اللعيبة فيه حد بيدلهم اي تعليمات من برة بلغتهم مقادر انه هو يوصل معاهم واللقطة اللي احنا شايفينها كمان الكابتن أمير عزمي لقطة تانية بتوضح دور الجهاز المصري مع باترس كارترون وهنا حابين نتكلم بقى على الجول اللي استقبله الزمالك في الدقيقة 91 وحابين نتكلم عن زي الزمالك استقبل الجول من كورة عرضية محمد عبدالغني محمد عبدالغني هنا لازم يبقى اينا واقفة برضو زي ما قونجمه وقلنا ان الراجل سجل جول وعمل اسيست لكن عنده مشكلة في التزديدات محمد عبدالغني واحد من افضل مدافعين في الدورة المصري اللي بيقدر يستخلص الكورة على الأرض بيقدر يعمل بعينه سكاننج للعيبة حواليه بشكل مميز جدا لكن في الكورات الهوائية زي ما شوفنا في لقطة الجول محمد عبدالغني عنده مشكلة محتاج ان هو يشتغل عليه قبل ما نختم بقى ما كانش ينفع نعدي المباراة دي من غير ما نتكلم عن واحد من نجمها او يمكن حتى نجمها في وجهة نظري مش عارف وجهة نظرك هتبقيه لكن احنا بنتكلم عن حازم امام اللي راجع بعد غياب طويل جدا وقدم مباراة قوية جدا حازم امام مع الزمالك النهاردة عمل خمس عرضيات منهم ثلاثة كانوا بشكل صحيح بدقة ستين في المية مهم نعرف ان الزمالك في المباراة دي عمل ثلاثين عرضية منهم سبعة كانوا صح السبعة اللي كانوا صح منهم ثلاثة حازم امام عملهم لوحده استلام الكورة حازم امام استلام الكورة ستة واربعين مرة بدقة مية في المية المراوغات عمل اربع مراوغات منهم ثلاثة كانوا بشكل صحيح بدقة خمسة وسبعين في المية الفوز بالقراط في الحالات الدفاعية فاز بتسع قراط التمريرات حازم عمل ستين تمرير المباراة دي سبعة واربعين في المية من تمريراته كانت تمريرات لقدام حازم إمام عودة من جديد للزمالك مرة تانية والحضور في التشكيل قدم مباراة جيدة متمنانه طبعا أنه هو يفضل محافظ على مستوى بس ده كان كل ما يخص مباراة الزمالك والمقولين في تاتش سكرين نقابلكم بإذن الله في حلقات جاية